اصعد الله اوقاتكم بكل خير طلاب الاعزاء طلاب الصف الثالث والرابع معكم المعلمه نغم ماضي من عرابي سأمرر لكم اليوم موضوع وحدات الوزن للصفوف الثالثه والرابعه الابتدائيه هيا نبدأ معا درسنا مستعدون سنتعلم اليوم الجرام والكيلو وحدات وزن مسائل حسابيه في الوزن عفوا اف مسائل حسابيه موازين ذات كفتين الطن التحويل على سلم وحدات الوزن وايضا سنتدرب ونجمل ما تعلمنا اليوم هيا نبدأ عليكم احضار للحصه دفتركم الحساب قلم محبذ الوان قبل ان نبدأ هيا نفكروا معا باوزان نعرفها حولنا نبدأ باوزان مسجله في مطبخكم في مطبخنا ماذا يوجد يوجد ربما بسكوت 150 جرام علبة طحينة 500 جرام او 750 جرام كعك 80 جرام زبدة 100 جرام يوغورت ما تايمي جرام مايونيز شوكولاته شرائح ذرة كورنيفليكس والكثير من المواد اخرى الان بعد تعلمكم للدرس سوف تنتبهون دائما للأوزان لانكم تعلمتموها كل منتج سوف ترونه من الان فصاعدا سوف تبحثون كم جرام او كم كيلو مكتوب او مدون عليه هيا نبدأ امامكم صور لاجهزه مختلفه تستخدم لقياسات مختلفه مثل الامير في الصف الثالث ساعدوه باختيار جهاز مناسب لقياس وزنه من هذا حسب رأيكم لديكم عده موازين ايضا تعرفتم عليها في الصف الثاني في درس مشابه في الاوزان ولكن من مناسبه لابن صف ثالث انظروا الى وزنكم او ابن صف رابع وساعدوه ما مناسب من هذه الموازين ان يزن نفسه دقيقة لكم للتفكير تفضلوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احسنتم رائعين انا متأكدة ان معظمكم اجابات صحيحه هيا نرى يوجد احتمالين الاحتمال الاول هو الميزان في اللون الاصفر اللي ندعس عليه غالبيه بيوتكم يوجد منه او الميزان العالي هذا يوجد منه ايضا في الصحيات وفي صناديق المرضى لدينا حالي ماذا لم تحوطها مثلا ميزان الكتروني للخضار والفواكه يزن بكلات محدوده وليس ابن صف ثالث ورابع لدينا ميزان الكتروني للاطفال موجود ايضا في صناديق المرضى غير مناسب لابن صف ثالث مثل امير لدينا الميزان ذو الكفتين يستعمل في الدكان للاغراض القليلة لا يمكن لانسان ان يصعد عليه طبعا ولدينا ميزان لجرامات الدقيق الذي يستعمل للطعام للكعك للمقادير اما طه هو وايضا يا الف هو مقياس للحراره مقياس حراره وليس مقياس وزن فلا نحوطه لا داعي نبدأ بمتعه فعاليه منتجات السلاجه او الخزانه اذهبوا للثلاجه او خزانه المؤم في بيتكم وسجلوا في جدول في دفتركم منتجين او اكثر من الوزن وما مكتوب عليهم انظروا الى الرسمه افتح الثلاجه الان اسرع احضر كم غرض انظر ما الوزن المسجل عليهم بالجرامات او الكيلو جرامات وسجلهم في جدول في دفترك لديك ثلاثه دقائق من الان تفضل او دقيقتين عفوا اشتركوا في القناة 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 هيا نرى معا ماذا يمكن ان تكونوا قد وجدتم في ثلاجاتكم عرض امكانيات علبة شمانة 200 جرام علبة حمص 750 جرام ايضا علبة لبني 500 جرام بكات زبدي 100 جرام والكثير من المنتجات ممكن انكم وجدتموها ما الذي نعرفه من قبل كتابه وحدات الوزن نكتب كلمه الجرام باختصار غين ميم غم نكتب كلمه الكيلو جرام باختصار هكذا كيلو جرام واذا لا نجد في اللغه العربية على المنتجات ممكن ان نجدها ايضا باللغه الانجليزيه او العبرية جرام وكيلو جرام هيا نرى عمليات حسابيه في الاعداد الطبيعيه عليكم ان تكونوا قد تمكنتم من ذلك قبل البدء بالدرسنا مصطلحات اثقل اخاف تعرفتم عليها ايضا في نفس الدرس في الصف الثاني مقارنة وزنين باستعمال الميزان استعمال وحدات افتراضيه خراز بنانير عمولات ولكن مع تعرفنا الجرام والكيلو جرام ايضا نستعمل هذه الوحدات اكثر الان في الصف الثالث والرابع الان سنتعلم اعزائي الطلاب ان كل 1000 جرام يساوي واحد كيلو جرام بامكان لنا جمع عده اغراض من البيت ايضا مجموعها 1000 جرام لكي نحس ونذوت الكيلو مثل المثال المنتج مع كاروني 500 جرام حمص جاف بكيت حمص جاف 500 جرام مجموعهما معا وضعوهم امامكما وتقدروهم بيدكم هذه هي واحد كيلو جرام والكثير من الامثلة ايضا بامكان فتح الخزانه مسك كيلو ملح ومعرفة ما هي الكيلو 1000 جرام او كيلو سكر او كيلو عدس والكثير من الاشياء او الاشياء المرزومه في نصف كيلو ناخذ منها شغلتين ونشوف انها تساوي كيلو جرام احسنتم هيا نتدرب اذا على جمع الجرامات للوصول لكيلو جرام ليس فقط باحضار اغراض نتذكر دائما الواحد كيلو جرام يساوي 1000 جرام كتبت ذلك لكم باللون الاحمر لكي تحلوا بشكل دقيق في دكانه ابو مونير على رفوف السلاجه تباع علب الحمص باوزان التاليه وبالشكل المختلف التالي اكتبوا هذا الجدول في دفتركم اولا لكي تجد الطرق وانظروا الى الرفوف في الرف الاعلى وضع الحمص بعلب 750 جرام ويبيع الواحده ب 15 عشرة شاقلا في الرف الثاني يبيع الحمص في نصف كيلو نصف كيلو نصف كيلو بقيمه 500 جرام وفي الرف الاسفلي الثالث حمص 250 جرام العلبه الصغيره وتباع بثمانيه شواقل ما مطلوب منكم جدوا طرق مختلفه لشراء واحد كيلو اراد احد الاشخاص او طلب منكم انتم طلب منكم اهلكم الذهاب للدكان وشراء كيلو حمص فكروا جيدا ما هي الطريقه اكتبوا كل الطرق الممكنه لشراء واحد كيلو اولا وما هي الطريقه الارخص حسب السعر ان احضر على سبيل المثال نصف كيلو ونصف كيلو ارخص لا الي او 250 اربع مره لا اريد ان احل لكم ابدأوا بكتاب ذلك على دفتركم الرزم المجموع كيلو ما السعر الرزم ما السعر لديكم ثلاثة دقائق عمل ممتع فعالية مصمرة ابدأوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة شكري اشتركوا في القناة ومشتركوا في القناة اشتركوا جوابتم وتذكرتم طبعا ان الواحد كيلو يساوي الف اجرام نرى امكانيه الاولى هي 750 جرام علبة مع علبة اخرى 250 جرام ومن ناحيه سعر 15 شاقلا مع ثمانيه شواقل 23 شاقلا الامكانيه الثانيه اربع مرات 250 اي اربع علب من وزن 250 جرام اربع ضرب ثماني 32 شاقل وايضا الرزمه الثالثه والامكانيه الثالثه نصف كيلو ونصف كيلو 500 ضرب اثنين يساوي الف والسعر 22 شاقل وهي طبعا افضل امكانيه من ناحيه السعر ان نشتري نصف كيلو ونصف كيلو رائعين ممتازين اهم شيء في هذه الفعاليه ان نذوت ان كل الف جرام هي واحد كل الف جرام هي واحد كيلو جرام هيا نكمل تدرب معا حوط الوزن الملائم في كل بند امير هو تلميذ في الصف الثالث اي وزن من هذه القائمة يمكن ان يكون وزن امير تذكر وزنك لماذا اخرب وزنك رائعون رائعون 30 كيلو جرام دلال هي اخت امير وعمرها سنتين اي وزن يمكن ان يكون وزن دلال اذا كانت سنتين اقل من عمر امير 10 كيلو رائعين تقدير رائع هذا هو فيلو انظروا فيلو لعبه وليس فيل بعد قليل سوف نتعرف على الفيل وما هو وزنه فيلو لعبه صغيره موجوده امامكم في الشريحه فيلو دلال المصنوع من الفرو فيلو اي وزن يمكن ان يكون وزن فيلو حسب رأيكم طبعا جدا خفيف 100 جرام خفيف تحويلات بين الاجرام والكيلو جرام ايضا علينا التمكن منها اذا ننتقل من الكيلو جرام الى الاجرامات نحن نضرب بالف والعكس صحيح اذا انتقلنا من الاجرامات الى الكيلو جرامات نحن نقسم على الف مهم جدا ان نجد المعادلة هذه ونفهمها الذهاب هو ضرب والرجوع هو قسمه من واحد كيلو الى جرام مثال اثنين كيلو جرام و 600 جرام كيف نكتبها نحول الكيلو جرامات الى جرامات الفين زائد ستمية الفين و ستمية هيا معا نجيبه شفاهيا ثلاث كيلو جرام هي احسنتم ثلاث تلاف جرام با عشرة كيلو جرام هي عشر تلاف جرام احسنتم رائعين جيم سبع تلاف جرام هي سبع كيلو جرام قسمنا على الف ممتازون دال واحد كيلو جرام و 300 جرام هي واحد تصبح 1000 جرام و 300 جرام 1300 جرام رائعون ها خمس كيلو جرام و 250 جرام هي 5250 احسنتم 1500 جرام نريد التقسيمها الان الى كيلو جرامات و جرامات كم 1000 يوجد بها واحد رائع و كم جرام 500 وبامكان كتابه ذلك واحد ونصف ايضا كيلو جرام ولكن مطلوب التجزئه هنا لكيلو جرامات و جرامات احسنتم رائعين بامكانكم ايجاد الكثير من التمارين في كتابكم ايضا والتمرن اكثر احسنتم هيا نتدرب حسابات في الاوزان المختلفه لديكم حقيبه وماذا يوجد في داخل الحقيبه اخرجناه الى الخارج وزلنا كل من الاغراض وعلينا ان نعرف الوزن الكلي طبعا الوزن الكلي معي الحقيبه ايضا 50 جرام واحد كيلو جرام نحوله الى سبعمائه خمسين مئة وعشرون مئة وعشرون ومئة وعشرون هي احسبوا ذلك لوحدكم وانا افضل هنا الطريقه العمودية هي نجمع معا لدينا سبعمائه خمسين جرام لدينا ايضا خمسين جرام نجمع الى قرامات قبل ومئة وعشرون مئة وعشرون مئة وعشرون ثلاثة مرات ولا ننسى الحمس علبة الحمص هي واحد كيلو كامله نحولها الى جرامات مهم جدا وحدات متشابهه واحد كيلو جرام نحولها الى الف. كل الاصفار مجموعها سفر خمسه وخمسه عشر اتناش اربطاش ستاش ستة وواحد في اليد واحد وسبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر واحد وواحد باليد لدينا 2160 جرام هي عباره عن اثنين كيلو و كمي جرام مئو ستين هيا نرى معا نفحص جوابنا اثنين كيلو ومئو ستين جرام احسنتم كل الاحترام طبعا لمن لم يجمع بشكل سليم هذا الجواب الذي يجب ان ينتج معه عليه الاعاده على الجميع بشكل عمودي ايضا هناك عديد من الطرق ايضا بامكاننا وضع الحمص لوحد وواحد كيلو جرام البحث عن الف اخرين نضيفهم ومن ثم نرى ماذا تبقى من الجرامات هيا نكمل تدريب ايضا شبيه حقيبتكم وزنها تقريبا واحد كيلو جرام يوجد فيها كتاب في الاغر عربية كتابين حساب يوجد فيها يوميات مقلمة دفاتر والى اخره مع الاوزان الكلية التالية هيا نجمع معا واحد كيلو جرام وهي الف جرام مع مئة دفتر مئة وايضا مئة وايضا مئة ثلاثمائة مئة وخمسون مئتان وخمسون اربعمائة 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 هيا معا نجمعه واحد كيلو جرام وهي الف واحد كيلو جرام وهي الف مئة 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 وخمسون لدينا مئتان وخمسون اربعمائة اربعمائة ايضا بعض الطلاب يحسبونا بشكل شفاهي لدينا الكثير من الاصفر عشرة مهم جدا الترتيب اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مع ثمانية خمسطاش تسعة عشر لدينا اثنان وتسعمائة جرام التي هي عبارة اثنان وتسعمائة جرام عبارة عن اثنين كيلو جرام الفين جرام هم اثنين كيلو جرام وتسعمائة جرام افحصوا جوابكم جيدا ضعوهم بشكل عمودي واجيبوا بدقة ويجب ان ينتج لديكم الفين وتسعمائة جرام التي هي اثنين كيلو جرام وتسعمائة جرام هيا نكمل الموازين ذو الكفتين كنا قد تعلمنا وبنينا وقاررنا بالميزان في درس سابق قياس الوزن في الصف الثاني وبنينا ميزان ومن لم يرى عليه ان يحضر درس الصف الثاني ايضا والان سنحل بوحدات وزن جرام وكيلو جرام وليس فقط بخرز وبنانير ووحدات متساوية في كل بند جدوا وزن حبه الفاكهه او حبه الخضار التي على الميزان في الف عليكم ان تجدوا مقدار التفاحه هيا ننظر اولا الميزان متساوي نعم احسنتم التفاحه تساوي باكيت شوغلاطه وزنه 100 جرام اذا ما هو وزن التفاحه 100 كيلو جرام احسنتم 100 جرام عفوا با ايضا لدينا يوجورت او علبة بادي ماذا تريدون 200 جرام وعلى اليمين لدينا كيس 80 جرام وزنه مع الموزه اذا ما تبقى وزن الموزه 200 احسنتم نطرح منها الثمانون يبقى وزن الموزه لان الكفه المقابله اليوجورت عليها ان تكون كلها 200 لذلك 120 طبق الموزه ممتزين هيا نكمل جيم انظروا لدينا باكيتين من الكورنفليكس شرائح الضراء تساوي راس ملفوف راس من الملفوف كل باكيت وزنه 750 اذا راس الملفوف 750 زائد 750 ويساوي واحد كيلو وخمسمائة جرام 1500 جرام وهي واحد كيلو جرام وخمسمائه اي كيلو ونصف بامكاننا وضع لذلك ايضا بالكسور دال لدينا حبتين من الطماطم متساويتين يرينا الميزان انه متساويتين نضعهما على ميزان اخر وهما متساويتان لجرانولا هنا 400 جرام كيس وزنه 400 جرام اذا تفاحتين وزنهم 400 جرام كل حبت عفوا حبتين طماطم وزنهما 400 جرام اذا كم حبت الطماطم الواحده او البندوره البندوره 200 جرام احسنتم احسنتم هيا نكمل حل فردي الان لكل من فهم كيف نستعمل الموازين والمقارنات وناخذ المعطيات منها انظروا فيها اريد ان اعرف وزن البطاطا العادية والبطاطا الحلوه بطاطا العادية واضحه يوجد مقابل لها علبه من البندوره او صلصه صلصه البندوره عفوا 260 جرام اذا كم وزنها اذا كان هناك توازن في الميزان وايضا نذهب الى البطاطا الحلوه تساوي بطاطا عادية وايضا يوجورت فاولا نجد البطاطا العادية كموزنها ومن ثم البطاطا الحلوه دقيقه لكم يا شطار نبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل الاحترام احسنتم هيا نتاكد من اجابتكم البطاطا العادية طبعا مساوية لسلصه البندوره 260 جرام نستعمل هذا المعطى ايضا في الميزان لكي نجد الحلوه 260 البطاطا اليوغورت 200 نجمع 260 زائد 200 ينتج البطاطا الحلوه 460 جرام انا متاكدة ان معظمكم اجابه بشكل سليم هيا نكمل ننتقل الان بعد ان تعرفنا على الجرام والكيلو جرام اعزائي الطلاب لوحده اكبر وهي الطن واين تستعمل سنقوم بتحويلات مختلفه بوحدات الكيلو جرامات والاطنان وسوف نستعمل سلم في الصف الخامس ايضا وفي السادس سلم ننتقل منه من الجرام الى الكيلو جرام الى الطن في صفوف متقدمه اما الان عليكم تذويت معنى الطن انه كبير اكبر من الكيلو جرامات تقريبا كم يساوي حاولوا ان تقدروا فيل كم وزن الفيل هل هو اقل ام اكثر من 100 كيلو جرام حسب رأيكم طبعا اكثر احسنتم اقل او اكثر من 1000 كيلو جرام اكثر رائعين 10.000 كيلو جرام اقل قليلا اذا الواحد طن هو 1000 كيلو جرام والفيل معدل وزنه هو من 6 الى 7 اطنان الفيل في معدل عمره لذلك اقل من 10.000 ليس 10 اطنان 7-6 اطنان الفيل المعدل وزنه فالطن هنا يساوي 1000 كيلو جرام كنا دائما نجمع في درسنا الآن مقدار كيلو واحدة نجمع علب حمص لنجمع كيلو تخيلوا 1000 كيلو كهذه يزن الفيل 1000 كيلو كهذه عفوا هي طن والفيل سبعة اضعاف ذلك اذا حافظنا ان الطن هو 1000 كيلو جرام هيا بنا نحوط الشاحنات التي بامكانها العبور هنا انظروا الى هذه الفعاليه الجميله لدينا جسر هذا الجسر يمكن العبور عليه حتى وزن 5 اطنان 1000 كيلو 1000 1000 5000 كيلو جرام نحول الطن طبعا دائما الى كيلو جرامات لكي نفهم اذا من بامكانها العبور فكروا لدقيقه من بين هذه الشاحنات هل كلها معا هل فقط الشاحنه الزرقاء والزهريه لا ادري انظر فكر بنفسك قبل من يمكنه العبور على هذا الجسر دقيقه لكم للتفكير اشتركوا في القناة 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 ان تعبر كل الشاحنات الاربعه لان مجموعهما لمن جمع كل الكلات 5720 كيلو جرام وذلك اكبر من خمسه اطنان لان الخمسه اطنان تنين خمس تلاف و 5720 لدينا 720 كيلو زياده اللي هني بقدرواش يطلعوا على الجسر بامكاننا اختيار اي ثلاثه اخرين للعبور اي ثلاثه اخترتم صحيح اما الاربعه معا لا يمكنهم العبور يمكنكم فحص المجموع ايضا طنان 1270 750 و 1700 بامكانكم الفحص ايقاف التسجيل ان كنتم بالصف او بالبيت وجمعهما عموديا وينتج 5720 وانا لا اريد اكثر من 5000 لذلك غير مناسب ان يعبر الاربع شاحنات على الجسر الا فقط ثلاثه منهم اي ثلاثه بامكانهم ان يعبروا الاربعه معا لا يمكن ننهي ونجمل اذا في درسنا اليوم تعرفنا على وحدات القياس تستخدم لقياس الوزن وهي الجرام طبعا اختصارها غم وزن لوح الشغلاطه مثلا هو 100 جرام الكيلو جرام واحد كيلو جرام هو 1000 جرام وزن ولد مثلا هو 30 كيلو جرام تقريبا في الصف الثالث او الرابع مثلكم الطن واحد طن هو 1000 كيلو جرام وزن الفيل مثلا هو تقريبا 7 اطنان تقريبا وزنه تعلمنا ايضا ان حساب الاوزان وتحويل الوحدات يتم من جرام الى كيلو جرام ضرب 1000 او قسمه 1000 مجموع وزن المنتجات الثلاثه على سبيل المثال 1170 جرام وهي كتابه بالكيلو جرامات هي واحد كيلو ومئو سبعين جرام تعلمنا تجزئه الجرامات الى كيلو جرامات وجرامات طبعا بواسطه موازين من انواع مختلفه يمكن ان نستعمل ايضا اكملوا ما هو وزن الهدية بالجرامات والكيلو جرامات بعد هذا الاجمال بات سهلا عليكم ان تعرفوا ننظر الى كفه الميزان يوجد طحينة 500 جرام صلصه بندورة 800 جرام وكورنيفليكس او ضورة 750 جرام وضعناهم على كفه الميزان وكانوا مساويات للهدية التي وضعناها تساوي ترون الميزان نفس الارتفاع اذا نعمل مجموع معا 750 ثمام ميه 750 ثمام ميه وايضا الطحينة 500 جرام مهم جدا ترتيب المنازل نعمل مجموع للمنتجات 05 سبعة وثمانية خمسة عشر وخمسة عشرون لدينا الفين وخمسين جرام وهي عباره عن اثنين كيلو وخمسين جرام احسنتم احسنتم رائعون بإمكانكم حساب ذلك ايضا لوحدكم اثنين كيلو جرام وخمسين جرام نواصل التدرب البيتي معلمتي وايضا تدريب ايضا في كتابنا هنا في التدرب البيتي يوجد نوعين من التدرب اما في البيت اذا كنتم في البيت واما اذا كنتم في الصف في الصف اختاروا الف او باب عليكم استعملوا الميزان لمعرفة وزنك اكتبه في دفترك كم هو وزنك وبعدها خذ حقيبتك ضعها على ظهرك واصعد الى الميزان كم اصبح وزنك مع الحقيبة اذا ما وزن الحقيبة لوحدها وزنك لوحدي ووزن الحقيبة لوحدها وكيف وجدت وزن الحقيبة ما هي العملية التي قمت بها واذا كنت في الصاف بامكانك استعمال حقيبه المعلمه الميزان من غرفه الممرضه ايضا بنفس الطريقه وتنسخ بها اذا كنتم في البيت انسخوا الف ابدأوا بنسخ ذلك لتتمرنوا في البيت لديكم دقيقه من الان تفضلوا اشتركوا في القناة كل الاحترام اعزائي سررت بتمرير هذه الماده لكم اتمنى انكم استفدتم لا تنسوا صلاحنا هو التمرن ختام الدرس كونوا بخير احسنتم كل احترام الى اللقاء